تحولات مفصلية تشهدها المواجهة العسكرية والسياسية في سوريا الانجازات العسكرية للجيش السوري وحلفائه تؤدي دورا حاسما في تغيير استراتيجية بعض القوى المؤثرة في الساحة السورية ولسيما أن الأدوات التابعة لها بدأت تفقد تأثيرها سواء تلك الارهابية كداعس والنصرة أو تلك السياسية الأخذة في التفكك وفقدان المستاقية وتمثيل واقع جديد يطل برأسه حتى مع على الأصلاء في الحرب على سوريا البروزة على ساحة المواجهة تركيا تدفع بقوتها إلى داخل الأراضي السورية وسط تهديدات رئيسها بينما التحالف بقيادة الولايات المتحدة يرسل قوات إلى مناطق الرقة ودير الزور تحسبا من الاندفاعة السريعة التي تقودها القوات السورية في تلك المنطقة إسرائيل التي عبرت عن قلاقها من إنجازات الجيش السوري وحلفائه في غير جبهة في سوريا تختار نافذة الإيرانية للتخريط الحملة المركزة على الوجود الإيراني ومشاركة المقاومة في المعارك في سوريا وصلت إلى حد تسريب صور تقول إنها التقطت عبر أقمار صناعية تظهر مصنعا لصواريخ بعيدة تقيمه إيران في سوريا الهدف الإسرائيلي مزدوج أولا التمهيد لإعطاء شرعية لخطتها بتدخل أوسع في سوريا ثانيا تحريض واشنطن والغرب على إيران في سوريا هذه التطورات توحي بمرحلة من الكباش السياسي المباشر بين المعنيين بالملف السوري ولسيما أن حلف الدمشق إيران والمقاومة ماضي في عملياته على محورين الميدان لانتزاع مزيد من المناطق من أيدي التنظيمات الإرهابية والسياسة من خلال عمليات المصالحة وفرض مناطق خفض التوتر